تكلمنا عن الأخلاق في العمل الصدق الأمانة الإتقال الاجتهاد الزهد الورع عدم النظر في مال رب العمل إلى ما هناك وهي كثيرة لكن كمجمل أيضا هناك سلبيات للعمل الحال فان على السلعة مثلا إلى ما هناك لو نوجزها بكلمات طيب للأسف كل كل ميزان إذا وزنت فيه فلابد أن يكيل الميزان إما برجحان وإما بخسران الله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مسقالة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقالة ذرة شرا يرى فالعكس بالعكس صحيح مع هذه الأخلاق التي ذكرنا نحن ذكرنا الصدق والأمانة والإتقان وذكرنا الحفظ وعدم النظر في مال الغير بالحسد وبالكلام عنه وإلى آخر ذلك فإذا كان الكذب وإذا كان يعني عدم الوفاء بحفظ الأمانة بمعنى خيانة الأمانة خيانة الأمانة نعم إذا إذا كان العامل يخون الرعية فيما أولوه من مسؤولي وإذا كان هذا العمل الذي هو في الأصل عمل تطوعي هو في الأصل عمل تطوعي لكن هذا العامل يخون الذين الذين اصطرعوه على هذا المثل أو على هذه الأمانة فيجعل لنفسه نصيبا يعني حينما أجد من الناس من لا عمل له ماذا تعمل يقول أنا والله في مجلس إدارة جمعية معينة طب حل هذا عمل يعني تخرج لنفسك راتب من هذا العمل وهذا غير مسموح لأنه عمل التطوع في الأصل أن تخوض في مال الله بغير حق أو في مال الناس بغير حق فهذه خيانة من الناس من يأخذ أموال الناس تحت أي مسمى من الأعمال التطوعية ليتاجر بها ليشتري بها السيارات ليقرر الناس بها فهذه خيانة هذا ما الحرام هذا ما الحرام يؤسم عليه كما كان يؤجر على الأخلاف أدخل الحرام على نفسه وعلى أولاده ويعني قد يجد للأسف قد يجد لذلك مصوقين وهذا ميساق ربنا سبحانه وتعالى وقوله وقيدنا لهم كورناء فزيّنوا لهم زيّنوا لهم هذا المال أنه حلال وأن لك الحق التصرف فيه ولكم رأينا ولكم شاهدنا ويلعل الأمثلة في وقع الناس خير دليل على هذا